تعد ثورة الثالث والعشرين من يوليو نقطة تحول رئيسية في تاريخ مصر الحديثة حيث استعادت البلاد بعد سنوات من الظلم تحت وطأة الاحتلال من ناحية وظلم الملك وحاشيته من ناحية أخرى وتكمن أسباب الثورة في فساد الحكم واستمرار الملك فاروق في تجاهله للأغلبية واعتماده على أحزاب الأقلية هذا فضلا عن الإطرابات الداخلية وقيام حرب فلسطين وطورية الملك للبلاد فيها دون استعداد المناسب ثم الهزيمة فيها اكتجت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة للفساد وعدم استقرار الحكم أهداف عدة بل ورد أزاب قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو التي كانت وستظل نقطة تحول رئيسية في تاريخ مصر الحديث فبعد سنوات من الظلم تحت وطأة الاحتلال من ناحية وظلم الملك وحاشيته من ناحية أخرى أدت إلى حالة من عدم استقرار عاشتها مصر في ظل الفقر والجهل تكمن أسباب الثورة في فساد الحكم واستمرار الملك فاروق في تجاهله للأغلبية واعتمده على أحزاب الأقلية فضلا عن الاترابات الداخلية وقيام حرب فلسطين وتوريط الملك للبلاد فيها دون استعداد مناسب ثم الهزيمة وسوء الحالة الاقتصادية في مصر وغياب العدالة الاجتماعية الحياة السياسية في مصر اتصفت بالفرقة والانقسام وتغليب الأغراض الشخصية على السياسية وقد ظهر عدم الاستقرار في الحكم نتيجة تعاقب الوزارات في الحكم في سرعة مذهلة حيث تولت حكم البلاد في الأشهر الستة الواقعة بين السابع والعشرين من يناير والثاني والعشرين من يوليو من عام 1952 أربعة وزارات بمعدل شهر ونصف لكل وزارة وهو ما يشهد على أن البلاد كانت في حالة قلق والتراب وأن شيئاً لابد أن يحدث لعلاج ذلك الوضع وعلى إثر هزيمة الجيوش العربية في حرب 1948 تأسس تنظيم الضباط الأحرار في الجيش بزعامة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعقد الضباط الأحرار عدة اجتماعات يتدارسون من خلالها الموقف في حضر وحيطة كان آخرها الاجتماع الذي عقد يوم الثاني والعشرين من يوليو من عام 1952 للاطلاع على الخطة النهائية للتحرك وفي ليلة الثالث والعشرين من يوليو من عام 1952 قام الضباط الأحرار بالسيطرة على عدد من المواقع المدنية الحيوية لضماني عدم تحرك قوات عسكرية ضد ما عرف في بداية الأمر بحركة الجيش وأذيع البيان الأول للحركة الذي حمل في مضمونه المبررات الرئيسية لقيام الثورة وأرغم الملك فاروق على التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد في الست والعشرين من يوليو من عام 1952 وهو ما لاقى تأييدا شعبيا كبيرا وحظيت الثورة بتأييد شعبي جارف من ملايين الفلاحين والعمال وطبقات الشعب العاملة وكان هذا التأييد بمثابة تكليف لقادة الحركة بالاستمرار وبذلك استمدت ثورة يوليو شرعيتها من الشعب بعد تأييده لها وتعبيرها عن واقعه وآماله في تحقيق الاستقلال والكرامة ستة مبادئ بلورت أهداف الثورة للتأسيس لحقبة جديدة في تاريخ مصر يكون فيها حكم مصر للمصريين وحدهم وتكون العدالة الاجتماعية هي جوهر هذا الحكم لتصبح بذلك الثورة ومبادئها خارطة طريق لمصر والأمة العربية على مر العصور